اهلا بكم ترجعت حصة الفرد من اجمالي اقصاط التأمين في الاردن خلال العام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه كما ارجعته وزارة الصناعة والتجارة في تقريرها الى صدور النتائج الفعلية لتعداد العام لسكان والمساكن لعام 2015 حيث كان عدد السكان للعوام السابقة مقدرا ولا يشمل اعداد اللاجئين السوريين فاجمالي اقصاط التأمين للعام 2015 بلغت 550 مليون و300 الف دينار حصة الفرد منها 57 دينارا و70 قرشا في حين بلغ اجمالي الاقصاط للعام الذي سبقه 371 مليون و700 الف دينار حصة الفرد 178 دينارا و80 قرشا الى ذلك اظهرت البيانات ان نسبة تغلغ القطاع التأمين في السوق الاردني ضعيفة وثابتة على مدى العامين 2014-2015 وهي 2% استنادا الى نسبة مساهمة اقصاط التأمين الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للعام 2015 وهي اقل من المعدل العالمي البالغ 6.2% ومرتفعة بالنسبة لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي يبلغ المعدل فيها حوالي 1.9% طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بان تكون عملية تسعير الادوية واضحة وشفافة وان يعاد النظر بها سنويا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات قال ان ملف الادوية في الاردن مسيطر عليه من بعض الجهات المصنعة والمستوردة له وبشكل احتكاري وهي التي تتحكم بآلية التسعير حيث ان الارباح المتحققة من جراء بيع هذه الادوية مرتفعة جدا اذ ما قرنت بدول الجوار والمنطقة وارجع هذا الارتفاع الى عدم وضوح آلية التسعير المعتمدة لهذه الادوية مطالبا بوضع آلية محايدة تضمن حق المرضى في الحصول على الدواء بأسعار مناسبة ومعتدلة وتوفير الادوية في مراكز ومستشفيات القطاع العام وبخاصة الادوية التي لا يغطيها التأمين الصحي وإلى برصة عمان فقد بقي حجم السيولة في أولى جلسات التداول لهذا الاسبوع عند مستويات ضعيفة كما تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بنسبة 38% وخلال جلسة اليوم تم تداول أسهم 118 شركة الجزء الأكبر منها استقرت أسعارها وعددها 47 شركة لدى مقارنة أسعار إغلاقاتها السابقة في حين ارتفعت أسعار 36 شركة وانخفضت لنحو 35 شركة أما مؤشرات التداول لجلسة اليوم فقد أظهرت أن حجم التداول الإجمالي بلغ حوالي 6 ملايين ومائتي ألف دينار تحققت عبر تداول 5 ملايين وثمانمائة ألف سهم نفذت من خلال 2918 عقدا وعن مستويات الأسعار انخفض الرقم القياس العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2097 نقطة بدعم من القطاع الصناعي الذي انخفض مؤشر أسعاره بنسبة 2.17% وإلى خبر عالمي فقد وجد سكان قرية بدينغ في قلب الأدغال التايلندية مصدر بديلا للطاقة يعتمد على النفايات العضوية للأبقار وأخذوا يروجون لهذه الفكرة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التقرير التالي يخبرنا أكثر عن هذا البديل الجديد روث الأبقار وجده سكان قرية بدينغ في قلب الأدغال التايلندية مصدرا بديلا للطاقة لمواجهة حرمانهم من الاتصال بالشبكة الكهربائية ففي داخل منازل هذه القرية ثم تخزنات كبيرة تمتلئ بالغاز بعد تفكيك النفايات العضوية للأبقار بدوا يستخدمونها في إنارة منازلهم وزراعات خضرواتهم من الغاز الحيوي بفضل روث الحيواني إضافة للألواح الشمسية أصبح نحو مئة عائلة تستعين ببادينغ بمواقد عاملة بالغاز الحيوي أبناء القرية يحاولون تصدير فكرتهم إلى مناطق ريفية أخرى في البلاد في الوقت الذي ما زالت الأكثرية الصاحقة في المناطق في تايلند تستعين بشكل رئيسي بالنفط والفحم والغاز الطبيعي تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة تظهر أن تايلند قادرة على تقديم أداء أفضل في مجال الطاقة المتجددة بفضل موقعها الجغرافي وسطوع الشمس فيها فقرتنا اليوم بنشرة الاقتصاد عن أسعار الذهب والعملات تتحدث فيها مع نقيبي أصحاب تجار الحلي والمجوهرات أسامة مسيح عن توجهات أسعار الذهب بالأسواق العالمية أسعار الذهب عالميا أغلقت في نهاية جلسة تداول هذا الأسبوع على انخفاض فما هي الأسباب؟ الدهب بآخر 3 أسبوع 4 أسبوع عم بتأرجح بنفس النطاق بين 1335 و 1360 دولار للأنصة يعني فرق تقريبا 25 دولار هلأ فعليا هو ما نخفض هو طلعهم يوم الأربعة والخميس رجع نزلهم الجمعة كل تعليق بيصير من البنك الفيدرالي الأمريكي عم بيأثر على طلوع أو انزول الدهب العوامل اللي بتأثر الدهب بشكل عام عوامل الطلب الفعلي الدهب بيع وشراء عالميا زي الصين والهند نازل كتير طلب على الدهب الفيزيكل في الصين والهند الأكبر دولتين بالعالم بيستوردوه بيستهلكوا دهب نازل كتير ولكن الطلب على الاستثمار العالمي من الصناديق الـ ETF هو عم بعوض انخفاض الطلب الفعلي ولكن المستهلك الدهب العادي في العالم الطلب قليل نازل شي 30% يعني شيء 340-400 طن نازل بأول 7-8 شهر هاي السنة اللي بعوضه طلب على الاستثمار محصلة الفرق بين الاستثمار أو الشراء الفعلي لدهب هو اللي عم بدفع السوق لفوق هذا اللي دفع السوق 30% من أول السنة الدهب بلشنا أول السنة بـ 1050 دولار الأنصة لوصلنا 1350 وأكثر شيء وصلنا لـ 1375 التنبؤات بسعر الذهب غير واضحة خاصة أن هناك متغيرات تؤثر على اتجاه الأسعار يجب أن نتنبأ بالسوق الأمريكي أولاً هل بدو يصير الـ employment تزداد الـ unemployment تزداد ولا تنقص اجتماع الفدرالي الأمريكي رح يرفع الفوادي الفوائد بـ September ولا بـ December الـ rate hike هل الـ inflation رح يطلع عن الزيرو سلطلع الـ inflation بصير بدهم يرفعوا الفوائد إذا رفع الفوائد على الدولار المستثمر اللي شاري الدهب بصير كلفة شراءه للدهب واحتفاظه بالدهب عم تطلع شوي شوي بصير بده يبيع بنزل للدهب إذا تأخر رفع الفوائد للدولار الأمريكي المستثمر يقول طيب لو أنا حاطط مصاري وديعة الدولار ما عم بأخذ عليها فوائدة فإذا لأ بشتري الدهب ممكن يتحسن سعر الدهب بستفيد أكتر مما أنا أكون حاطط وديعة الطلب على الذهب يبقى مرناً مهما بلغت أسعاره كلما طلع أسعار الدهب يقل الشراء الشراء إيش؟ مش القيمة الدينارية أو قيمة الدولارية العملة هي وزن الدهب الإنسان اللي جاي يشتري شبكة دهب بـ 3000 دينار أو بـ 2000 دينار بيضل يشتريها بـ 3000 دينار أو 2000 دينار ولكن كمية الدهب اللي يشتريها بـ 3000 دينار بتقل إذا طلع سعر الدهب فإحنا لحظنا لما طلع سعر الدهب 30% كمية الدهب التي بيعت نزلت 30% ولكن قيمة الدينار أو الدولار التي استهلكت لشراء الدهب ضلت زي ما هي محليا لما بيجي تحكي أن الدهب طلع كتير وعن بطلع ناس تميل إلى الاستثمار وشراء الدهب ويقولك دهب ويطلع سيتشتري لرات وأنصات كان هذا لقاء مع نقابة نقيب أصحاب تجارة الحلي والمجوهرات أسامة أمسيح ضمن فقرة جديدة على النشر الاقتصادية تأتيكم بشكل ثابت كل أسبوع للحديث عن أسعار الذهب أو العملات بالأسواق العالمية